خلال ترأسي وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالميا من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة حيث تمتلك مصدر أكثر من 20 جاكاوات من إجمال قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالميا وتستهدف الوصول إلى 100 جاكاوات بحلول 2030 كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن